فكرة الطمع في سينة بكلم حضراتكم بشكل بسيط جداً فكرة الطمع في سينة كان موجود لكن يبدو أن القيادة السياسية كانت شايفة ومتبعة الطمع ده حتى من قبل 7 أكتوبر فأنت بتكلم عن الناس كانت تقول إيه وليه يعني التنمية اللي بتحصل في سينة وإيه ما طول عمرها سينة كده وما حصلش أي حاجة ولا حد الدائق ولا حد جراله أي حاجة كنا نسيبها زي ما هي كده ونشوف ننمي في أي منطقة تانية لكن يبدو أنه النظرة كانت مختلفة فكرة الطمع في سينة وفكرة أنه لازم المصريين بكلم المصريين بشكل عام يكونوا موجودين في سينة دكتور سيد خليفة نقيب الزراعي المتشرفة بوجوده معي أهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك فعلا إيه اللي حصل في التنمية الزراعية في سينة شوفي حضرتك تاريخ سينة وكلنا سينة دي جزء غالي علينا كلنا من بعد حرب أكتوبر وخط الانسحاب الأول من سينة كان على مناطق وكان فيه تنمية على السحياء في سينة إلا الفترة الأخيرة العشر سنوات الماضية كان السيد الرئيس عبدالفتح السيسي عنده رؤية مستقبلية ونظرة مستقبلية كان مكافحة الإرهاب اللي كلنا عنينا منه وفي نفس الوقت كان فيه تنمية في كل المجالات تخيل يا دكتور سيد أنه المشاهد أحيانا بينسى أنه ما كنا بنتكلم عن سينة فترة من الفترات كنا نتكلم عن الإرهاب واخد بالك إحنا أنت بتكلم النهاردة عن تنمية في سينة ما بعد يامت خالي الإرهاب فترة الإرهاب الله لا يعودها بعدين دخلت مرحلة تنمية صحية شغل لازم يحترم ويقدر صحية لأصحاب القرار يعني النهاردة لما نقول وأنا يمكن شاهد على العصر لأن أنا عمل المهني أساس في مركز بحول صحرة صحيح وأول حد زرع أمح في سينة بعد قط الإنسحاب كان رسلت المجسر بتحتي أنا في رسلتر ما كانش فيه طرق كنت أعدي على الكبري اللي بيتفتح وأعد ست ساعات الناحية دي وستة الناحية التانية عشان أعدي لما يجي أقارن ده النهاردة حجم الأنفاق اللي اتعاملت قد إيه وعدتها قد إيه اللي بتعدينا مباشرة على سينة نعم كلنا ده شايفينه وكلنا ده لمسنا لما اتعاملت الأنفاق وتعاملت شبكة الطرق اللي موجودة فتحت أفاق ليه التنمية النهاردة لما نتكلم على جنوب سينة تحديدا نعم كان كل المساحة اللي مزروعة فيها في رسلتر وفي الطور لغاية 2015 ونويبح كمان وكاترين كان 30 ألف فدان النهاردة مزروع في جنوب سينة 50 ألف فدان يعني زيادة 20 ألف فدان بس بنتكلم على المنطقة بتاع جنوب سينة نعم فيه 21 ألف فدان خدهم الريف المصري بيتم استصلاحهم لما نروح ليه منطقة شمال سينة أي ووسط سينة النهاردة لما اتعاملت محطة مصر في بحر البقر أي خمسة وستة من عشر مليون متر مكعب مية معالجة دخلت على وسط وشمال سينة عشان تزرع والمية دي ما كانتش موجودة ما كانتش موجودة دي مية معالجة يعني لازم نقول للناس بالزبط حصل معالجة لنسبة كم خمسة وستة من عشر مليون متر مكعب في اليوم في اليوم في المحطة بتاع مصر في بحر البقر اتعالجت دي ما كانتش موجودة ودخلت على وسط سينة عشان نزرع نص مليون فدان بيها في شمال ووسط سينة طب دي بس في مصرف المحسامة نعم بيطلع مليون متر مكعب في اليوم ده عظيم انا رح تصورت فيه حلقة خارجي كانش عظيم ده كله ما كانش موجود طب النهاردة التجمعات التنموية اللي اتعاملت ستاشر تجمع تنموية معمولين في السينة عشرة في شمال سينة اي وستة في جنوب سينة كل تجمع من دول المواطن المصري بياخد خمس فددين وبيت مساحته متين وخمسين متر فيه مجمع خدمات واحدة صحية فيه مدرسة النهاردة تكلفة البيت والخمس فددين بشبكات الري بالمنطقة الخدمات المعمولة تلاتة مليون جنيه الدولة بتديه للشباب بثمنمائة ألف جنيه يدفع عشرة في المية أول مرة ولمدة أربع سنوات إعفاءه وبعدين بيدفع تأسيط لمدة عشرين سنة ايه كل ده موجود على الأرض نعم النهاردة فيه مرحلة تانية للتجمعات بتتعامل في سينة عشان شبابنا وعشان أهلينا طيب هل المدارس دي تفرشت؟ أنا بقول لحضرتك الوحدات البيطالية لأن فيه لجنة مشتركة من ثلاثة وزارات من المحافظة وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية هي المشرفة عليها النهاردة المساحات التي أضيفت الزراعية أضيفت في سينة مساحات كبيرة جدا جهاز مستقبل مصر التنمية المستدامة طلع قرار جمهوري أعتقد من ثلاثة أيام خد بعض المناطق أيضا في شمال سينة لعملية استصلحها وستزرحها بينجزوا بينجزوا النهاردة كلنا كمصريين سعداء وفخورين النهاردة محطة قطر السكة الحديد اللي طالع من بورسعيد رايح العريش رايح طابة هذا الخط لما تم تدشينه وإنشاؤه بيمر على مناطق تنموية سواء كانت المناطق تنمية زراعية سواء كمناطق بعض المناطق فيها تعدين فيها سروات وبالتالي ده شريان حية وجديد للتنمية اللي هو خط السكة الحديد اللي ده قلت سينة وبالتالي كل هذه البنية الأساسية اللي تعمل كل حاجة بتحصل بتخدم على حاجة يعني أنت عشان تعمل الزراعة دي كنت محتاج طرق توصلك ومحتاج مية مش كده برد صحيح فأنت عملت اشتغلت على قصة المية وتحليل المياه واشتغلت على الطرق أيضا علشان تشجع المساء السينة والمناطق بتاعتها المختلفة انتجيتها متميزة برضو يا دكتور سيدي شوف حضرتك سألت حاجة مهمة جدا لما نقول جنوب سينة فيها تنوع منافي جنوب سينة فيها منطق السانت كاترين فيها زراعات أي منطق السانت كاترين أعلى منطقة في مصر وبالتالي كل النباتات الفوزدق واللوز الحاجات اللي هي عايزة درجة رطوبة عالية وعايزة ساعات برودة كتيرة موجودة عندنا في كاترين طيب جنوب سينة أيضا فيها مناطق جافة انا ما نعرفش ان الحاجات الفوزدق والان ده بيتزراع في مصر ان انت يوبى عندك تنوع من المحاصر وارضها نفسها وارضها منطقة الطور منطقة جافة اي افضل منطقة لزراعة النخيل البرح والمجدول هي منطقة الطور نخيل لان انت عندك هنا فيه تنوع بيئي وتنوع من المحاصر تلحضر لك انه رئيس وزراء انبارح ماليزيا كان مشرف مصر وفيه للتحادية وكان بيقول سيدة الرئيس على التعاون المشترك التبادل اللي عايزين وما بين الدولتين طالب بشكل واضح ومحدد زيت النخيل طالب انه هو عايز ده من مصر بنتميز به نتميز به لان احنا عندنا دخلنا دلوقتي مع التجارات المناخية في شبه المناطق السوائية وبالتالي النخيل الزيت بيصلح في المناطق السوائية تعرف حتى بعض الحاجات اللي كانت عندنا زمان لا تجود في مصر المناطق السوائية لا دلوقتي دخلت عندنا فواكه كثير من الفواكه السوائية ونجح الزراعتها وبالتالي بالنسبة لنخيل الزيت ايضا لاننا دخلنا مع التجارات المناخية في المناطق السوائية بس انا اللي عايز اقول لحضرتك ان احنا كلنا كمصريين وانا شاهد لان انا المجسير والدكتورة بتاعتي من سيناء فانا عشت هذه الامور وعيش ادلوقتي لا اللي حصل ده نتيجة ارادة سياسية من السيد الرئيس عبد فتاح السيسي وتمويل مالي ضغم نعم ودعم كبير من كل اكهزة بلدي بصراحة بشكرها قوات مسلحة شرطة كل الاكهزة المعنية لان لو لاها لا كانت ظروفها تقوم مختلفة تماما تماما النهاردة ده في ظل كمان التحديات يا دكتور سيد عندك مشكلة في المية فبالتالي بتفكر ازاي تجيب مية للزراعة دي بشكل برضو ما يدرش يعني تكون مفيدة وفي نفس الوقت تحلية يعني بتكلم فيه تحديات مش سهلة تحديات مش سهلة بس خلينا اقول لحضرتك وانا نقيب للمهنة الزراعية نعم اللي حصل في قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات الماضية لم يشهدوا قطاع الزراعة على مدى تاريخه النهاردة لما نتكلم تقريبا على 2 مليون فدان تم استصلاحها في دخلة الخدمة من مالي 4 مليون فدان دخلت الخدمة بمعنى ايه؟ دخلت الخدمة يعني دخلت الانتاج اصبحت بتزرع محاصيل امحة بطاطس نباتات طبية واطرية غيرها من المحاصيل مشروع مستقبل مصر تشكة جديدة العوينات الواد الجديد من 2017 للنهاردة تم استصلاح وزراعة 250 ألف فدان في محافظة الواد الجديد طب مين اللي استثمر في هذه المساحات هو القطاع الخاص المصري بس معلومة بقولها 250 ألف فدان اللي ازرعت في الواد الجديد دي من القطاع الخاص المصري ليه؟ لأن القطاع الخاص اشتغل على زراعات معينة بطاطس نباتات طبية واطرية ده يكسي يعني لازم اشتغل على حاجات معينة يكسب فإحنا كلنا كمصريين وإحنا حتى كزراعيين لا فخورين باللي تم إنجازه في قطاع زراعة وإرادة سياسية من السيد الرئيس ومن الحكومة وتمويل المالي ضغط زي ما حضرتك تفضلتي على المعالجة المي أي؟ خمسة وستة من عشرة مليار في مصر في بحر الربار تكلفه قد إيه المحسمة مليون متر مكعب في اليوم تكلف قد إيه لما بنتكلم على محطة الضبعة دلوقتي ومحطة المعالجة لدخلها حوالي ستة وإحنا بلد مش بتعتمد على الأمطار فشوف هنا الإرادة السياسية وقوة المصريين إنهم ينجزوا عشان إحنا الحمد لله عندنا استقرار في الأمن الغذائي آه عندنا ارتفاع في الأسعار ما بنقولش لا حقيقة أنت عارف إن احنا عندنا ارتفاع بس دي لها مبررها ليه كل مدخلات وستلزمات الانتاج زادت سواء كانت تآوي مبيدات مخصبات وبالتالي دي لازم تنعكس على سعر المحصول اللي هيطلع لأنه كل العالم كله زادت فيه مسلزمات الانتاج وإحنا جزء من العالم وبالتالي لما زيد مسلزمات الانتاج توبعرف تكلفة الوحدة المنتجة هزيد ده شيء طبيعي إنما حتى إحنا في شهر سبتمبر وشوية في اكتوبر وأغسطس كان عندنا ارتفاع أسعار الطماطم الخضروات الورقية كانت مرتفعة لما دخلنا دلوقتي في نوفمبر خضروات الورقة كتش ورقية كتورقة كده كان عود دي نتيجة ايه برضو اختلف دلوقتي لا دلوقتي الأسعار بدأت تنزل لا بدأت تنزل أسعار القضاء يعني هنلاقي الحزمة بمعنى الحزمة يعني ولا لسه عود برده لا 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 أفضل كتير من الفترة اللي فاتت بس دي كان لها سبب ارتفاع درجات الحرارة كان عالي جدا السنة دي اتعرضت مصر لموجات عالية مؤكد ان لها تأثير على انتاج المعاصيد ايه وبالتالي لما الانتاج يقل هتوبى الاتاحة اللي موجودة في السوق بتقل هيوبى السعر السلعة بيزيد ده كلنا على مستهل العالم ده معروف نعم انما في الفترة الحالية لا أسعار القضاء بدأت تنزل نأمل انها تنزل أكتر وأكتر وعمما في الشتاء بصفة عامة عشان كل اللي بيشاهدونا أسعار القضاء والفاكهة بتنزل ليه؟ لان الاتاحة منها كتير والانتاج منها بيوافير مقارنة بالصيف مع درجات الحرارة فبنلاقي أسعار القضاء والفاكهة بتنخفض كثيرا عن فترة الصيف تمام دكتور سيد خليني أبقى مع حضرتك واضحة واحنا بنتكلم بنقول للناس اللي حصل في مصر تحديدا في قطاع الزراعة وده بشكل سريع كمان يعني بلا تفاصيل لكن عرفنا الحكاية بقت عاملة زي والبداية وعلشان تعمل زراعة محتاجي وفرته محتاجي ومحتاجي هو احنا الزيادة السكانية عندنا رقم كبير بدليل أنه بس أنا عملها وحضرتك بتحكي عملها قول إيه ومال لو ما كناش عملنا الحاجات دي كان حيبقى موقفنا إيه والأسعار عاملة إيه بص حضرتك كل المشروعات التنموية دي لو ما تعملتش أنا بتكلم هنا على قطاع زر كان يوبا عندنا مشكلة مشكلة ليه احنا بنزيل سنوين قرابة 2 مليون طيب 2 مليون دولار عايزين أكل وشربة هتكلم هنا على الزراعة الأكل والشربة غير التعليم والصحة طيب دولار عايزين كل سنة كام فدان كام ألف فدان تزيدهم سنويا في الرقعة الزراعية بتاعتك عشان تغطي احتياجات الـ 2 مليون اللي بيضاف في السنوية عايز مساحة كبيرة لو إحنا مخدناشي والسيد الرئيس مخدش هذه القرارات والخطة الاستباقية رغم التوترات اللي حولينا من كل حتة وتأثيرها على الاقتصاد المصري كان يوبى عندنا أزمة ولكن كان تخطيط استباقي من السيد الرئيس على مدى العشر سنوات اللي فاتت هو اللي وصلنا ان يوبى عندنا استقرار في حالة الأمن الغزاي رغم الزيادة في عدد الفكان رغم ضيوف مصري اللي موجودين بيستهلكم معنا والقلق اللي حولينا والقلق التوترات تعلمي حضرتك بتتكلم على طرق مقفولة عن طريق بحر الأحمر عن طريق حاجات كثيرة جدا كان الأمم المتحدة طلعت تقرير لغاية 23 أكتوبر 24 عرض في الأمنة العامة لجامعة دول العربية وأنا كنت حاضر هذا التقرير التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة ولبنان على دول الجوار هذه التأثيرات بتقول إيه على حرب غزة ولبنان وتأثيراتها على دول الجوار دول الجوار منها مصر ما الأكبر دولة تأثرت اقتصاديا بالحرب بتاع غزة ولبنان هي مصر تأرير الأمم المتحدة بيقول إيه بيقول إن مصر تحتاج سنويا 3 مليار دولار منح وليس قروض لمدة 10 سنوات عشان تبدأ تتخلص من الأثار من الأثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة على دول الجوار ومن ضمنها مصر ده تأرير الأمم المتحدة نعم نعم فقد إيه إحنا سعداء بلي يتم إنجازه في قطاع الزراعة وفي كل المشروعات بلي تم في سينة وجاري استكماله بإذن الله بلي تم في المشروعات القومية وبدأنا نجل سماره وبإذن الله يعني هنستكمله بإذن الله في الجمهورية الجديدة شكرك فنديم شكرا جديد جزيلا دكتور سيد خليفة شكرا فنديم شكرا حضراتكو وأشوفك بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة